السلام عليكم و هلين فيكم في فيديو جديد ان شاء الله يكون هذا الانطباع لحق البيتا الثامن و اخر بيتا ان شاء الله يكون النسخة الجاي النسخة الجي ام او القولد ماستر او النسخة النهائية اللي رح تنزل حقه الكل فالو بتكلم عن انطباع النسخة النسخة ممتازة ما فيها اي خلل بالنسبة لي بطارية واستخدام كل شي ممتاز موهقتني يعني في اي شي فكاستخدام لها ثمزب فمدل ما نشوف توني شاحن الجهاز قبل شوي لكن من استخدامي من امس اعتبر ممتاز في الاستخدام يعني شوف وصل 100% هنا على الساعة 9 المساء او قبل 9 المساء نزل اليلين 50% الساعة 12 ظهر اليوم فكاستخدام صح ما استخدمت كثير هنا كنت نايم لكن ممتاز على 6 ساعات و شوي و 50% نعطيها قدام كيف راح ياخد مع سكرين اوف تايم 5 ساعات فشغل ممتاز بطارية ممتازة افضل من النسخة الغديمة يعني انا بالنسبة لي اعتبر جاهزة هذه النسخة في ميزة ما تكلمت عنها في النسخة الثامنة طو عن ما اكتشفها هنا الاول هي التي تكلمت لكم عنها ان ابل راح تخليه تقدر تركب برامج ثاني يعني مثلا البرنامج الميل ما لابل ما تستخدم تيبي تحط برنامج الرئيسي في الاستخدام برنامج مثلا الجيميل مثلا او اي برنامج ثاني مثلا الحين ابل مفتح هذه الميزة او ان بعض البرامج يلالان ما احدثوها اكثر برامج محددوها الا برنامج كروم لأن نفس الحركة تقدر تسويها تقدر تكنسل سفاري حقك وتحطه مثلا في برنامج ثاني مثلا كروم إذا كنت تستخدم كروم كثير فتقدر تخشل على داتا حين وتنزل هنا وتشوف برنامج كروم عندك نبحث عن برنامج كروم مثل ما نشوف نضغط على برنامج راح نشوف هنا خيار هذا هو الديفولت براوزر أب نضغط عليه ونحط مثلا كروم كذا خلاص أي برنامج أو أي رابط نفتح يفتح على الكروم على طول فهذه الحركة راح تبدأ تشتغل لحق البرامج الثانية ومش كل البرامج مثلا الجيميل تقدر تسوي الحركة لكن شوف فيه قاب عندي هنا فيه فيه شي راح ينزل بس لازم تحديث من البرنامج عشان ننزلونا توقع أنه فيه خيار هنا هذا الخيار أو هذا التايتل هذا الخيار لا هنا فيه شي هذا الثاني للأباوت يعني فيه شي هنا مفقود فننتظر تحديث برامج من الشركة ونزلون دي الشي فتغريبا هذا كل شي فلو بنشوف متى راح ينزل أكثر الناس بيسئلوني متى راح ينزل تسعين في المئة أو تسع و تسع و تسعين في المئة أسبوع القادم بعد موتاما رابل يعني مثل موتاما رابل يوم الثلاثة يمكن الثلاثة يمكن يعني يوم خمسة ستعاش ستعاش سبعة عشر بالكثير ثمانتاش أو مئة في المئة الأسبوع اللي بعدها فالآن فقدنا لما قلنانا الـ iOS 14 راح ينزل مع الآيفون فاطلعت أخبارها حين الـ iOS 14.1 راح ينزل مع الآيفون القادم 12 فالـ 14.2 راح ينزل مع الآيفون القادم لكن هذا الـ 14.0 راح ينزل الآن قبل الآيفون القادم إذا ما كان في آيفون هنا فهذا الأخبار وهذا كل شي لو نشوف تعليقاتكم ونشوف أخباركم مع البوست اللي حطيتها بعد التحديث الأخيرة زر الخفض ورفع الصوت بطلت تشتغل شو سوا يساعدوني مع تهديث البيتا بيتا ما تقدر سوا أي شي إذا حدثت البيتا تتحمل الأشياء التي تأتيك فرمت الجهاز أرجع على النسخة الأصلية إذا كنت تستخدم جهازك الرئيسي وضع بيتا عليه يوجد مشاكل ونهيار نظام وريبورت ببعض الحالات توقف تطبيق محالة للأسف لم أصلني الـ WhatsApp أستخدمك كثير والأشياء الثانية لكن ما أدري لكن دبان لك البيتا لا تحتمل نسخة الاتياطية فالمشكلة بيتا عادي لكن بالنسبة لي ما صار في عندي أي نهيار أو أي شي يعني برنامج الـ WhatsApp إذا عندك إنهيار فيه بخش الأليدات وروح على جنرال عام روح حق الآيفون ستوريج واحذف الـ WhatsApp من هنا روح شوف الـ WhatsApp أضغط عليه اختار برنامج الـ WhatsApp سوى الـ delete من هنا وحمل مرة ثانية طبعا بيروح الـ backup عندك أنت قلطتك إنك حاط جهاز بيتا على جهازك اللي تحبيه الـ data اللي فيه هذه المشكلة هالنظام مستغر بالنسبة لي ممتاز ما فيه أي شي ولنطيف كثيرتك لأنني حدثت ويسوي روبوت مشكلة أوه أنت الـ beta محددة عادي فيه مشاكل يعني عندك صالة لديك مشاكل والإنترنت ضعيف أنا بالنسبة لي ما عندي مشاكل بأنك beta لكن كـ stability حلوة لحق النسخة الجاي اللي بتنزل حق الكل لكن كـ beta أنا المشاكل اللي تكلمون عنها بمانها beta ما استغربها يعني وطحت في مشكلة والمشكلة الثانية إنه جهازك الرئيسي هذا المشكلة أخي عمد عندي iPad حدثت لآخر إصدار وصار يصرف شحن وما يعرف ليش الإصدار كلش موزين وخشل على ذات روح عام جنرال ونزل آخر شي على التعيين واختار الخيار الثاني هذا وضع الرقم السري حق جهازك إذا بتسوي باكب بس ما سيسوي لك شي بيجيك خيار يقول لك أن ما سينادف ملفاتك ما سيحذف إلا ورقة الحاط لرقم السري الحق الشبكة بس سوها ما يحذف أي شيء بيانات من الجهازك ولا شيء وإن شاء الله يتعدل جهازك تحديث ثماني يزال عندي أربعة ما دل أنت على أي نسخة كنت إذا كنت على النسخة السابعة السابعة ما راح يوصل لك 4.8 كيكا جيجا السلام عليكم على ايفون إلا في النبرو أسوي تكبير الشاشة يصير التكبير قياس 5.4 ليش ما فهمت تكبير الشاشة ما فهمت متى ينزل التحديث الرسمي تكلمتين ينقب شوي السؤال كالتالي هل يوم ينزل على هاتف قديمة راح نفقد بعض الميزات بعض الميزات بعض الأشخاص يقول لك الدبل تاب اللي ورا الخيارات دين مثلا حين لو ضغطت ثلاث مرات أنا أو مرتين أحطها مثلا اختصار عندي في سطح المكتب ويرجع في سطح المكتب أو إشعارات على حسب أنت اللي تحطها في الضغط من خلف أنت تشقلها من عندك شعارات بعض الأشخاص يقول لك ما طلعناها في الايفون 6S مثلا على حسب الجهاز حقك لكن كـ overall أكتر الميزات تكون موجودة نخشينها نروح حق التوتش ننزل آخر شيء باكتاب لو بتحط الخيارات هنا مثلا كنترول نضغطها مرتين يفتح للكترول سنتر مثلا مثلا مثل ما نشوف فهذه الخيارات ما ديش اللي فيها حين صارت عندي مثل ما نشوف فهذه المشكلة أو هذه الميزة بعضهم يقول لك ما نزلت لهم كيف يتم تفعيل اختيار التطبيق الافتراضي نتكلم لها قبل شوية أنا من ساعة ما نزلت البيتا والمايكرو مشقة لازم سماعة خارجي أي الحل؟ لحال انك ما تحدث لبيتا فرمت الجهاز ورجعها بالنسخة الأصلية أو انتظر ترك جهازك على جنبلين تنزل النسخة الرئيسية وثبتها اهتمامي الوحي البطاري نصيحة الاستخدامين اصحاب الايفون اول ما ينزل التحديث الرسمي هل يحدث ونع أو لا إذا انت خايف لا تحدث على طول انتظر سبوع إذا تبيت شوى الميزات حتى هل بينزلون ميزات جيدة مع التحديث الرسمي والفيديوهات والأشياء اللي صويناها من ثلاثة شهور ولا شيء ما فهمتك يعني أشياء كثيرة في الدسكريبشن تحت أو في قائمة عندي فتح الفيديوهات وتشوف قائمة هناك لحق ميزات الايوسف 14 والبيتا وتشوف كل الميزات هناك بصراحة أنا محمل بيتا على ايفون سيكس بس كامت بصمة الأصبع بليز شباب كل واحد اللغة حقتها كتبوا لي لغة عربية فصحة كتبوا لي شيء مفهوم لا تتكلم على لهجة حقتك كتبتها مرة ثانية ما أنها بيتا أو سواء على ضبط المسنع والسلام عليك أنا عندي آخر نسخة من هذه البيتا العام وريد أحدث الرسمي وهل صدورة واحدة في بروفايل متعة واحدة في بروفايل سألين نفس الشيء عندي فيديو جاهز بالغناة لو تروحون للغناة بدأي تحرف الاس قريبه هذا هو السؤال سين أنا منزل بيتا لأيوس وكيفه هذا هو الفيديو شوفه وفيه جواب لحق سؤالك بس بقى هذا كل شيء فننتظر الأسبوع هذا بعد النسخة النهائية لحق الكل أو لحق المطورين نشوف قدام ففي هذه الفيديو تنسوا الاشتراك بالغناة واشتراكوا حسابي سناب شات تشرف بيطابتكم وعمل لها كل مقطع ونشر المقطع وتحليقاتكم تحتهمني ولا تنسوا الانظر دعاكم والسلام عليكم